بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الجزء التاني في برنامج هنتكلم على بعض القوائم اللي موجودة في البرنامج. مثال هنشوف دلوقتي زي قائمة فايل ونعرف اللي موجود فيها. ونقدر نتعامل معها ازاي? دي القوائم هيت وقائمة هتلاقي عندك مجموعة من الاوامر عندك زي تقدر من خلالها ان انت تفتح نافذة جديدة لو كنت شغال في مشروع وعايز تفتح واحد تاني لو عاوز تفتح مشروع جاهز امتداده طبعا تقدر من خلاله ان انت تفتح مشروع جاهز على طول مباشرة او تكون انت مسييفه قبل كده بيبقى موجود في القايمة اه او في الجزء بتاع او طبعا لو عاوز تقفل المشروع اللي انت فتحه تمام طبعا هنا عشان ما فيش مشروع مفتوح فالبرنامج مش هامل اه في قايمة وسيف از لو عايز تسيف المشروع بتاعك اللي انت عملته بتقايمه بتسيفه اما من او عشان تدلو الامتداد اللي هو اللي هو امتداد الايه? البرنامج. اه نخش على كده لو عايز تعمل حماية للمشروع بتاعك من قايمة تحطوه الباسورد ومن خلال الباسورد ده تقدر انت تحمل مشروع بتاعك من اه ان حد يطلع عليه او حد مسلا اه يشوفه. ده كان الجزء اللي هو بتاع اه بعد كده بقى الجزء بتاع اه تمام? لو انت عاوز تعمل اه طبعا طبعا هنا انا لسه في الجزء بتاع الايه? ده بقى اللي هو عامل سيف از ده اللي هو هابدأ ان انا اه اسيف بالامتداد زي ما احنا عارفينه. خش بالكده على قائمة من قائمة هنا اطبع المشروع بتاعي على يعني اطبعه على ورق عادي خالص. تمام الدايرة بتاعتي وده اقدر احدد انا عاوز صفحة مشاكل اعمل ازاي? خش بالكده على قائمة طبعا لو انا عمل مشروع هتلاقي كل الحاجات دي متفعالة اه عايز تعمل كلام ده كله هتلاقي متفعل او كانت اه او كانت لو انت عاوز تلغي خطوة او تقدم خطوة كل الكلام ده ما هيبقى موجود في لو انت عامل ايه اه مشروع زي وزي اي برنامج بيبقى فيه الجزء الخاص بقائمة بعد كده قائمة فيها حاجات كتير زي نورمال لانا عنا نشوف الصفحة زي ما انا شايفة كده نورمال اه ادوس عليها هي بتقى متفعلة لو كده لو طب لو انا عاوز اعمل بقى الشكل زي لوحة الرسم الهندسة كده من بيج لاي اوت بريديو لو عايز بقول له جوتو اه عايز مسلا انه عندي كزا مشروع اقول له ارجع اه تقدم اه روح للهوم بيج اللي هي اول صفحة خالص ان انا ايه كنت اشغال عليها كل ده موجود من القائمة دي اه طبعا هنا لو عايز اغير الباك جراوند بتاعتي بقى خلها لونه اخضر اصفر احمر زي ما انا عاوز اخليها من ايه من هنا بس طبعا نفضل تبقى ابيض ابيض افضل طبعا قائمة لو انا عاوز بقى بعد ما اعمل الدايرة اختار الطيار يبقى لونه كزا الجهد يبقى لونه كزا كل ده موجود في التعديل بتاع الايه الشحن المكسف لما يجي شحن هدينه لون احمر ولا هدينه لون اخضر ولا ازرق على حسب ما انت عاوز طبعا كل ده بيبان اثناء شغلة كنت شغال في المشروع بقى لو عاوز تعمل تعديل على الايه على شكل المشروع بحس ان انت تطلع منه منتج كويس يبقى شكله كويس تقدر ان انت ايه تتعامل معه طبعا قائمة هنا قائمة ديت بيديك كزا اه شكل اللي البرنامج لو عايز تشوف عايز تشوف جهود بس عايز تشوف القرنط فلو بس عايز تشوف آآ عايز تشوف شوف عايز في سيمبلز تانية آآ تشوفها بايه بطرق تانية كل الكلام ده موجود في الايه في القائمة ديت طبعا دي قائمة اللي هي بقى الجزء فيها اللي انا بقدر اعمل آآ الجزء بتاع اللي هو تصميم الصفحة بتاعتي قائمة وقائمة هنتكلم معنا بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اخر حاجة في قائمة آآ هنتكلم معنا دلوقت اللي هي طبعا قائمة زوم زوم دي بتعمل زوم للايه لجزء معين للبرنامج